الأهم من كلامنا هو كلام الغربيين المتبني مأساة الشعب الفلسطيني أنا مبارح كنت بشوف معركة ضارية لجون كوزك على تويتر وهو واقف تقريبا قدام عشرات الألاف من الناس وبيؤيد وبيؤكد على دعمه لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ولا إنسانية من اللي بيحصل من الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني الأعزل بشكل سافر جدا أنا شايف أن دعم الأصوات اللي زي دي ووضعوهم للأمام أنت لما في الأول وفي الآخر من غير زعل يعني إحنا كلنا مجنسين مش معناها أن إحنا محسوبين مواطنين درجة تانية ولكن لما بيحصل كنفلكت من النوع ده أو بيحصل صدام من النوع ده عادة للناس هيقول لك اليهود الأمريكي هياخد صف اليهود والعربي الأمريكي هياخد صف العرب وبالتالي حيتحسب أن الصوت بتاعك صوت أو شهادتك شهادة مجروحة أنت بتحاول تنقل البروباجندا اللي جاية من الثقافة بتاعتك أو من الخلفية بتاعتك وتقدمها للمجتمع وبالتالي يعني إيه لو خدشت ودنه يبقى كويس لو يعني ابتدت كمان الميديا لفترة اللي فاتت تصلح من نفسها كتير واشنطن بوست عليها حاجات دعم الفلسطين والستريت جورنال عليها تايم لاين ما بيفرقش بين الفلسطيني والإسرائيلي يعني كميديا ابتدت تتحرك ولكن أنا شايف أن احنا زي محمد اسماعيل لما قال أنه هو علق على وزير الخارجية وجات له تعليقات من الأمريكان أعتقد أنه هو ده الدور هو الدور الغير مباشر الدور المباشر حيتحسب أنه هو جرح في الشهادة بتاعتك ولكن اللي محمد اسماعيل بيعمله هو ده هادي الشقاوة الصح هو ده اللعب المظبوط أن أنت ما بترميش مضادة لستيتمنت أن أنت مهما التصريح بتاعك أو كلمتين بتوعك كانوا أقوية عمرهم ما هيبقوا بقوة المينستريم الأمريكي والأوفيشالز أو الناس المنتخبين رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة أو المكتب المساعد لي عمرك ما هيكون بقوتهم قوتك بتظهر أن أنت لما تبتدي تلعب على العوار ونقطة ضعف في الستيتمنتس اللي طالعة من الناس دي وترد عليهم بلغتهم وتسيب المعلقين هما اللي يبتدوا إيه يفكروا لا ده بيتكلم صح ده بيتكلم غلط ده طب ما فعلا وما زي ما جابش أحدش جاب سرط الأطفال في فلسطين في سؤال اللي تسأل بزكاء جدا مبارح لبنت لما تقال له هتعمل إيه في الأطفال الفلسطينيين المحطوطين في حضانات في مستشفيات في غزة هتموت قال له أنا مالي وإحنا يعني طلعوا أنه هو مجرم عنده استعداد أنه هو يقتل أطفال في حضانات انتقاما لعملية عسكرية يعني أزعم أنه مش كل السكان قطاع غزة كان نفسهم أنه هما ده اللي يحصل أو ده برد فعلها ولكن كله ما عندهش مانع أنه هو يدفع تمنها بس لما نسمع لإسراء الصحفية اللي موجودة هناك والأهلاء موجودين هناك وهي بتقولك إحنا خلاص كرهنا لموت إحنا عايزين نعيش إحنا عايزين نعيش في السلام إحنا عايزين نعيش في أمان من حق الطفل الفلسطيني أنه هو يطلع من غير كمية العوار اللي بيحصل له في إنسانيته وفي طفولته من السن ده أنه هو بيكبر في وسط دمه وفي وسط ناس ورحت الدم ورحت القتل ورحت ومنظر الضمار حواليه في كل مكان الطفل ده لما هيبع عنده خمسة وعشرين سنة عمره ما هيكون بني آدم زي اللي عنده خمسة وعشرين سنة متربي في بيت على البحر في مكان جميل لطيف ما عمره السمع الرصاصة بتتضرب فأنا شايف إن دعم الأصوات الغربية أو تشالينجينج اللوجيك أو المنطق اللي بيتكلموا بيه بلغتهم قدام جمهورهم حيكون لي واقع أفضل كتير من إن إحنا نغني لوحدنا مونولوج أي حد يسمعه آه لا ده عنده أكسنت لا دول مخلوق البني دول جايين من هناك يعني بيبتدي حيطبق لكن لما أنت تشالينج زي ما محمد اسماييل كده عمل أنا مؤيد جدا للفكر وللأسلوب ده ولو إنه بيجيب مشاكل من الأودينس العرب بتوعنا إحنا إن هو بيفتكر وأنت بتتكلم بدي يعني أنا واحدة دخلت شتمتني أنت بتتكلم بدبلوماسية وأنا مصدقك بقول لها واحد بيدعو لقتل كل الفلسطينيين أقول له لا إحنا اللي نقتل كل الإسرائيليين لا أنا أرد عليه قدام الناس كلها وأقول له والله برغم إن أنا دعم للسلام وبرغم إن أنا محبش إن أنا شوف أي حد ميت من النحيتين ولكن لما أنت تدعو لده أعتقد إن أنت كده ما بتساعدش على توقيف دائرة الدم مش معنى كده إن أنا موافق على كلامه أو إن أنا يعني برد بالبلوماسية على واحد دموي لا أنا بظهر لك إن أنت قدام دمويتك أنا ممكن أبقى مسالم جدا وظهرك إن أنت دموي قدام العالم كله من غير ما أنا أكون بقول ده بشكل مباشر